والكذب على فاكهة سهل قوي اكتشافه بيسموه البادي لانجوج يقدر يشوف الشخص ده بيجذب امتى يعني مثلا لما الشخص يكون هيجذب مثلا مسللي كده اه يعني مثلا في جزء في المطق لو انت دلوقتي هل بتكذب عليك اه هكذب عليك اولاك على حاجة احنا دلوقتي فرس ديت خلينا فرس ديت دلوقتي انا وليت انا دلوقتي اولا لازم اكون متجه بكل ناحيتك او انت ناحيتك في اقبال حركة الجسم اتجاه الجسم نفسه بيحدد احساس الشخص ده ومدى قبوله ليكي او مدى قبولك ليه يعني مثلا لو الاقدام في اتجاه بعض ده نوع من انواع القبول يعني اه توافق فيه جزء العين لو هو هو بيحكي لك وعين واحد ناحية الشمال فده ليه مدلول ولو عين واحد ناحية اليمين وهو بيفتكي حاجة فده ليه مدلول العين ناحية الشمال ده معناه شيء من الخيال لانه الفص هنا بيشتغل على الخيال فيه هنا فص الزاكرة وهنا فص الخيال فهو لو بيقولك بيحكي لك حكاية ولحظيها في الحوار العادي مع الناس لو هو بيحكي حكاية وراح الحكاية اتجاه عينه كده رفع عينه يعني كده وبعدين كده فاعرف انه هو بيقول حاجة من خيال وما حصلتش بيستدعيها من الفص بتاع الجزء اللي يخص الخيال لو انا بحكي وعيني راحت او هو الشخص راحت يمين فهو بيحكي جزء من الذاكرة يعني حاجة حصلت بالفعل يمين انا كبادي لانجوش انا جسم يعني راح كده وراح كده ولا العين اتجاه العين يعني او بصي 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 فكري كده افتكري حاجة حصلت في حياتك افتكريها وشوف اتجاه عينك هيروحي ازاي وتخيل حاجة قصة كده هتلاقي اتجاه العين ده بيحدد لانه المخ فيه فصين في المخ فيه فص ليه علاقة بالذاكرة وفيه فص ليه علاقة بالخيال طيب يبقى احنا عرفنا برضو ان لما يبص عينه تيجي يمين يبقى هو صادق ايوة يبقى بيقول حاجة حقيقية حصل يقول حاجة حقيقية لحظي بقى لو عينه جات شمال يتخيل مع نفسه بقى وعايش في الخيال والخيال العلمي صح كده بيحكي حاجة مش حقيقية لا ده موضوع مهم قوي بقى